بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامجكم عبر واليوم أيها الأحبة كما تحدثنا عن الهدف الأكبر وقيمة الوقت والإخلاص والإثقان في العبادة وتكلمنا عن القرآن نتكلم اليوم عن الصلاة وأبدأ معكم بهذه القصة قصة ابن أم مكتوم عصره وزمانه والقصة باختصار هو أنه كان هناك اثنين من أحد الإخوة الدعاء الذين يسيرون إلى البلاد النائية ليبصروا الناس بأمور دينهم ويدعون إلى الله عز وجل ذهبوا إلى بلاد بعيدة ولم يجدوا في هذه القرية إلا مسجدا صغيرا وكان مغلقا ففتحوا الباب فانفتح فدخلوا فصلوا فيه ثم لما خرجوا فوجئوا بأمر عجيب فوجئوا بأن هناك حبلا مربوطا بقبضة هذا الباب وممتدا على الأرض فاتعجبوا وظلوا يسيرون خلف هذا الحبل فوجدوا أنه ممتدا إلى مكان طويل فظلوا يتتبعون هذا الحبل ويسيرون وراءه أين الطرف الآخر ولماذا ربط في هذا المسجد فظلوا يسيرون ست دقائق ولما أن وصلوا وجدوا أن نهاية وطرف هذا الحبل الآخر إنما هو مربوط ببيت صغير بباب بيت صغير وبيت مبني من الطين فتعجبوا وتركوا الباب فخرج إليهم رجل عجوز كبير في السن أعمى كفيف كف الله بصر لكن الله أنار بصيرته فقالوا ما اسمك؟ قال أنا اسم عابد قالوا يا عم عابد نسألك وجدنا ونحن نصلي في المسجد أن هذا الحبل مربوط من باب المسجد إلى بيتك فلماذا هذا الحبل؟ قال يا بني إني رجل كبير في السن ورجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى الصلاة فربطت هذا الحبل في طرف بابي والطرف الآخر في طرف المسجد فكلما قرب موعد الصلاة ولا أحد يقودني فأمسك هذا الحبل وأتتبعه حتى يوصلني إلى باب المسجد الله أكبر انتهت القصة يذكرنا هذا بسيدنا عبد الله بن أم مكتوم الذي عاتب الله عز وجل فيه رسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ضرير ولا أجد من يقودني إلى المسجد قال أتسمع النداء قال إذن فأجب بعض الناس يقول هذا كان صحابة هم بشر وهذا الرجل الذي في عصرنا هذا بشر لم يجد من يقوده للصلاة وسمع أن النبي يقول لصاحبه أجب فتحايل على أن يجب النداء ويصلي بالمسجد ولنسأل أنفسنا هل نحن حريصين على الصلاة كحرص هؤلاء كحرص هذا الضرير الذي كف الله بصره وبعض الناس يقول في بعض البلدان الآن المساجد مغلقة بسبب كورونا نقول هل صليت جماعة مع أهلك في بيتك أين الصلاة في حياتنا أين الصلاة في جدول يومنا الصلاة من رحمة الله أنه جعل الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدرقتك الصلاة فصلي الصلاة أول ما شرعت شرعت في السماء كانت خمسين ثم خففت إلى خمس فهي خمس في العمل وخمسين في الأجر والثواب صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يا من ترين أن ينير الله قلبك في الدنيا وينير قبرك بعد الموت وينير الصراط تحت قدميك يوم القيامة بالصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصلاة أيها الأحبة هي من رقن المسلم أركان الإسلام خمس لكن الإنسان ممكن أن يكون فقيرا فلا يزكي أو مريضا لا يصوم أو فقيرا ومريضا لا يستطيع الحج أما الصلاة فلا تسقط لا عن رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير ولا مريض ولا صحيح هي الصلة التي تصلك بالله عز وجل ولذلك حتى والإنسان في المرض له صلاة المريض مسافر له صلاة المسافر في المعرقة يحارب صلاة الخوف بل من رحمة الله عز وجل أنه جعل الصلاة لنا منهج حياه فأنت إذا أردت أن تتوب إلى الله فهناك صلاة التوبة تصلي رقعتين توبة لله عز وجل وتخلص الدعاء فيتوب الله عليه إذا ما كان الإنسان محتارا بين أمرين أيهما يختار كانت صلاة الاستخارة إذا كان الإنسان عنده حاجة ويريد أن يقضيها الله عز وجل له هناك صلاة الحاجة تصلي رقعتين وتسأل الله أن يقضي لك حاجتك ويؤسر لك أمرك ويفرج عنك همك الصلاة أيها الأحبة يا من تشغلكم الأرزاق عن الصلاة أين جاء الرزق للسيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق الرزق يأتي بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يا من يشتك العقم ويتمنى الولد من أين يأتي في المحراب الصلاة فنادته نادت الملائك سيدنا زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا من أراد أي شيء فعليه بالصلاة التي تصله بالله عز وجل بل إن الإنسان إذا ما كان محافظا على هذه الصلاة شعر بأنها تبعده عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة في جماعة الصلاة في المساجد الصلاة بخشوع الصلاة بتؤدة الصلاة وأنت تناجي ربك الصلاة هي الحبل المودود الذي يصلق بالله قال الله عز وجل على حتى الذي عنده خلاف مع أسرته وزوجته في أحكام الأسرة يقول الله عز وجل حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في وسط أحكام الأسرة من الطلاق والرجعة والخلع والحضانة والرضاعة كأن الصلاة تنهي مشاكل الأسرة الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا متى يستقر يسكن يكون عنده سقين إطمئنان قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أما الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فويل للمصلين وأما الذي يترك الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين أول ما يحاسب العبد من عمله هو الصلاة فإن صلحت صلحا سائر عمله حافظوا على الصلاة فهي نور لكم في الدنيا نور لكم في القبر نور لكم على الصراط نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين المداومين الخاشعين في صلاتنا وأن يتقبلها منا ورمضان فرصة فاغتنموها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة